اشتركوا في القناة وعلى جميع الانبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فالإسلام لم يكتفي بأن يدعو إلى الالتزام بالأخلاق الفاضلة الليلة الماضية ذكرت بأن التعاليم الإسلامية هي تنقسم إلى قضايا إيمانية عقائد وأحكام تشريعية وأخلاق وحكمة وبالنسبة إلى الأخلاق لم يكتفي الإسلام بأن يدعو إلى الأخلاق الفاضلة الزاكية وإنما أراد أن يرتقي الإنسان في مستواه في تعامله مع الأخلاق بحيث يلتزم بمكارم الأخلاق ومكارم الأخلاق درجة أرقى من الأخلاق الفاضلة وهذا سيتضح من خلال إن شاء الله حديثنا والأمثلة التي سنضربها ولذا نجد في القرآن الكريم في عدة موارد هناك حديث عن بعض الأخلاقيات ويتم ربطها بوصف وهو وصف الجمال وصف الجمال فالله عز وجل جميل يحب الجمال يحب كل شيء جميل ولذا أراد لعباده أن يتخلقوا بأخلاقه أن يتصفوا بصفاته بما يناسبهم طبعا ما في أحد يستطيع أن يكون عند علم كعلم الله عز وجل ولكن يحب أن يسعى في هذا المجال فيكتسب العلم وبالتالي الله جميل ويحب لعباده الجمال ولذا تم ربط في القرآن الكريم تم ربط بعض الصفات الأخلاقية بالجمال ابن سيدة في كتابه المخصص كتاب المخصص عبارة عن موسوعة لغوية المؤلف ماذا فعل؟ يأتي بكلمة ويأتي بكلمة أخرى قد يتصور الإنسان أنها تحمل ذات المعنى ما في فرق بينهم ولكن يقول هناك فروقات بين هذه الكلمة وهذه الكلمة بليحاضات مثلا ما الفرق بين ذنب وإثم ومعصية إلى آخرين كلهم يعطون معنى واحد ولكن لكل واحد منهم خصوصية فهو اهتم في هذا الجانب فابن سيدة في المخصص في هذه الموسوعة الضخمة جداً يقول بأن الجمال الحسن يكون في الفعل والخلق يعني في الشكل مرات يكون هذا شيء جميل أو إنسان جميل وكذلك في الفعل فعلك يكون جميل تصرفك يكون جميل فعلى سبيل المثال لما تسامح إنسان عن خطأ هذا فعل ماذا؟ جميل فإذن في الفعل قد يكون وقد يكون في الشكل الآن عندنا في القرآن الكريم كلمة الجمال مرتبطة ببعض الصفات الأخلاقية أو ببعض التصرفات الأخلاقية عند الإنسان أول واحدة من هذه أول مورد يرتبط بالصبر ثلاث مرات في ثلاث مواقع عندنا في القرآن الكريم تم ربط الصبر بالجمال في موردين من هالثلاثة في قصة النبي يوسف عليه السلام في صبر أبيه يعقوب عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل هذا في بداية الأحداث فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ما قال فصبر قال صبر وجميل ثم مرت السنين بعد ذلك تأتي أحداث جديدة أيضا مجددا هناك واقع مؤلم بالنسبة للنبي عقوب ويصبر أيضا في الآية الثالثة والثمانين قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل لمن الأخ الأصغر أيضا بقي في مصر ولم يعود ولم يعود قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم هذا موردين في قصة النبي يوسف لكن هناك مورد آخر في سورة المعارج الآية الخامسة فصبر صبرا جميلا الآن المفسرين جاءوا وقالوا ما معنى الصبر الجميل الرأي الأول قال الصبر الجميل هو الصبر الذي يكون مقرونا بالرضا لأن الإنسان مرات يصبر ولكن من الداخل شنو يتحلطم يعني يصبر على الوضع هذا مثلا أصيب ببلاء معين مثلا صارت له مشكلة فقد أمواله كذا يصبر ولكن يتحلطم يتكلم من الداخل متأذي إلى آخره نفسيته مو مرتاحة يتشك حق الواحد إلى آخره ولكن بعد شي يسوي هذا صبر وهذا لقيمة لأن في مقابل هذا الصبر إن الإنسان يجزع يجزع يصير في سكتة قلبية يقوم والعياذ بالله يغلط على المقدسات مرات يشتم يأذي الناس يضرب يعتدي على الحرمات إلى آخره صرفات الناس في ردود فعلهم في حال عدم الصبر كثيرا ولكن أن يصبر فهذا شيء حسن وهذا من الأخلاق ولكن من مكارم الأخلاق أن يصبر صبرا يكون فيه رضا يقول يا رب أنا راضي هذا قضائك هذا قدرك أنا راضي فيه أي شيء من نكشنه جميل مقبول فحينذاك يكون هذا الصبر صبر رضا صبر جميل التفسير الثاني للصبر الجميل قالوا هو الصبر المقرون بالتقرب إلى الله عز وجل يعني الإنسان من خلال صبرا يقول يا ربي أنا أصبر قربة إليك أنا متأذي أنا أتألم الآن أتألم جسديا أو نفسيا أو غير ذلك ولكن يا ربي أصبر وأتقرب إليك يا ربي في هذا الموضع من خلال هذا الصبر فتقبل مني هذا الصبر عقيل زينب عليه السلام في ذلك الواقع المؤلم جدا في تلك الصدمة في ذلك اليوم في يوم كربلاء بعد ما استشهدوا الشهداء وتم ما تم من أعمال فضيعة في حق جثامينهم الطاهرة إلى آخره تقف على جثمان أخيها الحسين عليه السلام ماذا تقول اللهم تقبل منا هذا القربان هذه كلمة تعبر عن ماذا عن الصبر الجميل لأنه صبر فيه رضا وصبر مقرون بماذا بالتقرب إلى الله بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فأما نفسر الصبر الجميل بهذا أو ذاك وعندنا أيضا هذا الموقف لما العقيلة زينب أمام ابن زياد يستهزئ فيها ويقول كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيته ماذا قالت ما رأيت إلا جميلا حتى عبرت بكلمة ماذا جميل ما رأيت يعني هذا الفعل هذا الذي حدث هذا التقدير الإلهي ما دام أنه بعين الله في رضا الله فهو جميل ما رأيت إلا جميلا وهذه الكلمة حرقت قلب ابن زياد لأنه كانت كصفعة بالنسبة إلى هذا الطاغوت ما رأيت إلا جميلا هذا صبر جميل يتقرب به إلى الله سيد الشهداء عليه السلام يروى عنه أن من آخر من أواخر ما لهج به لسانه هذه الكلمات اللهم احكم بيننا وبين قومنا فإنهم غرون وخذلون وغدروا بنا وقتلون ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد بن عبد الله الذي استفيته بالرسالة واعتمنته على الوحي فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين صبرا على قضائك يا رب لا إله سواك يا غياث المستغيثين ما لي رب سواك ولا معبود غيرك صبرا على حكمك يا غياث من لا غياث له يا دائما لا نفاد له يا محي الموتى يا قائما على كل نفس بما كسبت أحكم بيني وبينهم وأنت خير الحاكمين هذا الصبر صبر جميل هذا صبر فيه رضا وصبر يتقرب به إلى الله عز وجل هذا المورد الأول المورد الثاني ربط التسريح بالجمال والتسريح أن تطلق سراح الطرف الآخر تقول له روح الحال سبيلك وهذا في موردين فقط وكلاهما في العلاقة الزوجية لكن الآية الأولى تخص النبي صلى الله عليه وآله وأزواجه والآية الثانية هي تخص هي تعم الكل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الآية الثامنة والعشرين من سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتع كنا وأسرح كنا سراحا جميلا بعض الأزواج بعض زوجات النبي يبدو إن كانوا يتشكون رسول الله ما عنده ما يعطي حالتهم كانت يعني النبي صلعه وآله زاهد فبالتالي ما يقبل على الدنيا وبعض النساء الأخريات مثلا كانوا تنعمون ببعض النعم غيره النبي كان يفضل الغير يعطي وبالتالي كانوا يعيشون حالة تقشف هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك تشريعات شدد فيها على أزواج النبي حفاظا لسمعة البيت الطاهر تشديد في الحجاب تشديد في طريقة الكلام مع الرجال الأجانب بل حتى مع أقربائهن لا يدخل رجل غريب مثلا بالنسبة إلى الناس ولو كان هو محرم لكن الناس ما يدرون كان البعض يتلقفون هذه القضايا ويقولون في واحد دخل على الزوجة الفلانية منو هذا شلون دخل من وراء الرسول كذا ويبدون يصير حاجة فالله سبحانه وتعالى شدد للحفاظ على طهارة هذا البيت وسمعة النبي صلى الله عليه وآله شدد على أزواجه لستنك أحد من النساء هذا شوي يصعب الوضع على بعض النساء فلما أبدينا بعضهن أبدينا عدم الارتياح مثلا الله سبحانه وتعالى خاطب النبي يا أيها النبي بلغهم هذه الرسالة قل لأزواجك إن كنتن إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها تبون التخفيف فتعالينا ومتعكن أنا أعطيكم شوية هدايا شوية فلوس شوية تطييب خاطر أمور مادية يعني فيها تطييب للخاطر وأسرحكن بعد ذلك وأسرحكن سراحا جميلة الوحدة منها تطلق وتروح لحال سبيلها واضح فبالتالي هنا نجد بأن الآية تخاطب النبي ولكن عندما تتحدث عن التسريح تربط بماذا سراحا جميلة تسريح تتركه ولكن ممكن تتركه بطريقة يتأذى فيها الطرف الآخر لكن لمن يحس بكرامته ولمن ما يتلقى منك إساءة ولمن بعزة يخرج من هذا الوضع حين ذاك يكون هذا أرقى من مجرد أن تقول له تفضل الروح لحال سبيلك ولهذا يكون شنو تسريح جميل الآن بشكل عام عندنا نفس الشيء هذا خطاب لنا أحنا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل أن تمسوهن يعني قبل الدخول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها إذا بس عقد بدون دخول فحين ذاك ما في عدة فمتعوهن الآن إذا صار طلاق عطها هذه إكرامية أكرمها هي بالنتيجة راح تصير عليها إنها مطلقة يعني لها اسم خذت اسم جديد الآن إنها كانت متزوجة والآن شنو مطلقة هذا يقلل حضوضها من جهة في قضية الزواج في المستقبل والشيء الثاني هو جرح في القلب مهما كان يعني مو سهلة بالنسبة للإنسان إنه يرتبط بعلاقة زوجية ويخطط ويتأمل وبعدين يصير طلاق فهو جرح في القلب فنوع من التطيب الخاطر والإكرام فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ما تشتمها ما تأذيها ما تماطل في قضايا المتعلقة بها ما تتكلم عن خصوصياتها أمام الآخرين وتقول فعلتها كانت كذا وتركتها كذا وهي تصرفاتها بهالشكل وأخلاقها بهالشكل ويوم الفلاني قالت لي كذا ولا تهين أهلها ولا تروح تضايقها بشي ولا تروح تضيق عليها احتمالات الزواج المجدد خلاص تروح لحال سبيلها ولكن بعزتها وكرامتها وفوقها هم شنو هدية وفوقها هم هدية مادية شكثر رائع هذا الشيء اللي الله سبحانه وتعالى يعبر عنه بأنه شنو سراح جميل مو بس سراح هذا مكارم الأخلاق سراح جميل هنا عندنا أحكام أحب أتوقف أخذ مسألة شرعية مهمة يعني بعض الناس يسئلون حقيقة عن هذه القضية تكرر السؤال وهو قضية لما يصير مثل هذا العقد وما يكون في دخول ويتم الطلاق الآية السابقة عالجت مسألة العدة وقالت بأن ما في عدة تقدر مباشرة لو حصل لها نصيب أن تروح تتزوج ولكن ولكن أكو آية أخرى تتحدث عن مسألة المهر كيف نتصرف بالمهر رجل على كل حال أنفق مال أعطى مال ففي سورة البقرة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة هذه الفريضة شنو هي المهر فنصف ما فرضتم تستحق هي النصف بعض الناس يفهمون النصف يعني من المقدم لا النصف يعني شنو من مجموع المهر فإذا أنت قسمت المهر إلى مقدم مؤخر شوف المجموع كل شم تقسمه على اثنين هي تستحق النصف فإذا المقدم أكثر من النصف أنت تستحق منها الفرقية إذا أقل من النصف هي تطالبك بشيء إضافي لما توصل إلى النصف طيب فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونه أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قد المرأة هنا عندها عزة وكرامة وكذا وعندها إحساس وعندها مكارم أخلاق شي تسوي تقول له أنا ما بشيء إحنا دشينا بالطيب والله ما كتب لنا أن نستمر صار الظروف هذا مهرك كله أرجع لك ليش تتكلف أنت ليش كذا أنا الله سبحانه وتعالى يعوضني إن شاء الله هذا من مكارم الأخلاق أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هذا الزوج يقوم شي يسوي وهو اللي يقول لها يمعود كل المهر لك أنا ما أبي منك شيء فيسامحها ويعطيها نصفة الخاص فيه وبالتالي لو كان مقسم إلى مقدم ومؤخر حتى المؤخر يقوم شي يسوي يعطيها إياه هذا يعتبر تسريح جميل هذا يعتبر تسريح جميل يعني لمن يعفو أحد الطرفين فهو هنا يكون من مكارم الأخلاق ولمن الزوج مارس هذا الدور ويعطيها النصف الثاني فهذا تسريح جميل وإن تعفو أقرب للتقوى كل ما تقول أنت عندك تقوى أكثر تدين أكثر ارتباط بأله أكثر كل ما تترفع عن الماديات فتتنازل عن نصفك تعطيها المهر كل هذا من مكارم الأخلاق ولا تنسوا الفضل بينكم مشاعر وجدان هنا يقول لا تنسوا الأيام الحلوة أيام اللي كنت ترغبون في بعض الأيام اللي طلعتوا فيها الأيام اللي تونستوا فيها كذا هذه تخلي الإنسان يراقب نفسه إنه ما يسيء إلى هذه المرأة ما يهينها ما يماطل فيه يعطاك وبعض شي يسوون يماطلون يعني يعطيها بس يحرق قلبها يقول إلا هذه الفلوس أخليها حسرة بقلبها ما أعطيها إلا بعد ما تفرفر مثلا النص اللي خاص فيها ما يعطيها المهر إلا بعد ما يحرق قلبها يقول أنا طلقت لكن أطلعها من عيونك هذا مو سراح جميل هذا مو تسريح جميل هذا تسريح سيء قبيح ما يتناسب مع مكارم الأخلاق الآن الهدايا شلون الهدايا كيف الرجل ما أعطي هدايا حق هذه المرأة وبعدين صار الطلاق قبل الدخول الهدايا لمن فيه استفتاء لسماحة السيد السيستاني الله يحفظه يسألون عن هذه المسألة شي جاو يقول عندنا حالات لا تستعيلون عندنا حالات الحالة الأولى أن هذه الزوجة من أرحامه مثلا بنت خالته بنت عمه شدي يعني من الأقرباء فحين ذاك عندنا حكم شرعي الهبة للأرحام لازمة متى ما تم القبر يعني شنو أنا عندي قلم عطيته حق أولد عمي هدية هبة أو هدية وهو استلم القلم مني بعدين قلت له متحسف عطني ياه من حقه أنه يقول ما أنا مرجعة من حقه من حقه أنه يقول ما أنا مرجعة شرعا الحق معه ليش لأنه من أرحامك أما لو مو من أرحامك والقلم ليه الحين باجي على حالته إذا قلت عطني ياه شي يسوي من حاستك أنت تقول عطني ياه وشي يسوي يرجع شرعا وياك فإذا الزوجة كانت من أرحامه وهو عطاها هذه الهدية وصار الطلاق قبل الدخول حين ذاك هذا الزوج قال لها شنو يا بنت العم رجعي الهدايا إه هي إه هي تقدر تمتنع طبعا من مكارم أخلاقها من الجمال في تصرفاتها أن تقول ليه معه وتفضل هاك أخذها ولكن شرعا حقها أن تقول شنو ما أرجع لك هذه الحالة الأولى الحالة الثانية أن الزوجة ليست من أرحامه ولكن الهدية تصرفت فيها كان قطعة قماش وهي راحة تفصلت وسوتها نفنوف كذا إلى آخرين بعدين قال صار الطلاق قال رجع الهدايا هي مو من أرحامه يقدر يسترجع لكن لأنه تم التصرف فيه راحت عليه خلص ما يسترجع أما لخاتم باجي مثلا على حاله مثلا قلادة باجي على حالها إهني ذاك ساع إذا قال عطونا الهدايا المفروض أن يرجعون الهدايا الحالة الثالثة أن الزوجة ليست من الأرحام والهدايا باقية على حالها إذن يجوز حين ذاك الاسترجاع كما قلت ثم السيد يستدرك انتبه حق هذه النقطة أنا ما شفتها في استفتاءات أخرى من بعض المراجع لكن سيد السستاني يستدرك شي يقول يقول أحيانا اللي يعطي الهدية من أصل وهو مشترط ولو في ذهنة بدون ما يقول بس مشترط ضمنيا أن ترى هذه الهدية فيما لو صار دخول يعني يعني أن الزواج يستمر للدخول مو بس الملجة وهو ضمنيا مشترط أن ترى هذا في حالة لو احنا تزوجنا وصار الدخول مو بس ملجة هناك حين إذن بما أن ما صار دخول إذن شرط شنو ما تحقق ففي كل حال لازم شي يصير ترجع على العمر صلى الله عليه محمد الآن بالذمة واقع الحال بالذمة واقع الحال أكثر الناس يتعاملون بهذه الطريقة انتقام يصير حروب تعلن أسرة الضارب أهالي ناس وساطات محاكم مشاكل الإسلام ما يبي دخل المجتمع في متاهات المشاكل يحب يكون مجتمع سلم مجتمع يكون الكل مقبل على بعض بحالة سلم ولذا احنا تحيتنا السلام عليكم علاقة محبة كثر ما نقدر نرفع مواطن الأزمات ولذا يقول تصرفه وبشكل يكون تصرفكم جميل فلما تسامحون تسامحون بجمال لا تصير طلاق يصير طلاق تسريح بإحسان يصير شكل جميل لا تشويه سمعة ولا شيء من هذا القبيل طيب الحالة الثالثة في القرآن الكريم اللي ربط فيه الأخلاق بالجمال تصرف هو الهجر وهذا كان في مورد النبي صلى الله وآله أيام الدعوة في مكة المكرمة لمن كان يدعو المشركين في بعض المجالس وهو يتكلم كانوا يغلطون يشتمون يهينون يحقرون يستهزئون بالذات الإلهية يستهزئون بالقرآن فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وآله لا تواجههم بكلام عنيف أنا ما أبي تخلق حاجز بينك وبينهم لا تصارعهم بالكلام بالأسلوب اللي أهم يستعملون واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا يعني اترك هذه المجالس أي مجالس تكون تشوف فيها هالنوعية من التصرف اترك هذه المجالس اصبر أولا وثانيا اترك هذه المجالس هذه مجالس ما منها فايدة وفيها إساءة ولكن تركك لهذه المجالس لازم يكون ترك شنو جميل لأن الإنسان قد يهجر جارة قد يهجر بعض أرحامة قد يهجر بعض أصدقاءة نتيجة مواقف مشاكل سلبيات أي أن كان ولكن لمن يهجر يتكلم عليهم لمن يهجر يغتابهم لمن يهجر يشتم فيهم لمن يهجر يبهتهم يفتري عليهم هذا مو هجر جميل هذا هجر قبيح فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي أنت تتصف بأخلاق سماوية فلما انتهجر اهجرهم هجر جميل بحيث ما يلحظون من عندك شنو أنك أنت يعني تبدي مشاعر سلبية تجاههم وكأنك حقت عليهم كأنك الآن تبغضهم كأنك الآن تبي تلعنهم كأنك الآن تبي مثلا تدعو الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم العذاب لا 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 اهجرهم ولكن هجرك يكون شنو يكون هجر جميل بعيد عن هذا كله المورد الرابع والأخير هو الصفح ربط الصفح بالجميل قال الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية هناك يصير حساب أكو ناس سيئين ذلك ما لك شغل فيهم حسابهم وين عند الله يوم القيامة وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل الآن قالوا شنو الفرق بين الصفح والعفو عندنا عفو وعندنا الصفح الصفح يعني الجنب فهذه صفحة الوجه فلما نتسوي شذي شي صير أعرضت بجنبك عن هذا الإنسان وأعرضت عنه أو جانب جسمك فلما ندير للظهر أنت شويت أعرضت عنه تمام قالوا شنو الفرق بين الصفح وبين العفو القرطبي في التفسير شي يقول العفو ترك المؤاخذة بالذنب ما تواخذ على الخطأ اللي سواه والصفح إزالة أثره من النفس ما تشيل بقلبك عليه فإذن أيه اللي أرقى واضح الصفح أرقى من شنو من العفو العفو تقول لها خلاص معود روح بس أنت بقلبك شنو زعلان عليه ليش سوا فيني شدي ليش كذا وكذا أنا ما أسامح ليوم القيامة بس ظاهريا أنا شنو أقول لها روح خلاص ما أبي منك شي لكن الصفح أنه فوق هذا ما تخلي بقلبك شنو شي ويكون قلبك أبيض وطاهر تجاه هذا الإنسان ولذا الآية ش تقول فاصفح الصفح الجميل الراغب الأصفهاني يقول لا الصفح ترك التثريب وهو أبلغ من العفو وقد يعفو الإنسان ولا يصفح يعني يقول الصفح أنك ما تلومه ما تقول روح لكن ترى اللي سويت غلط ترى هذا دليل على أنك خسيس ترى هذا دليل على أنه ما عندك أخلاق ترى هذا كذا وكذا وكذا بس روح شنو الله يسامحك أنا عفيت عنك هذا شي يسمونه عفو أما الصفح فإنه شنو ما تلوم تسكت عن اللهم الآن سواء هذا المعنى أو ذاك المعنى كلاهما يعتبر ماذا أي نعم شيء جميل الله سبحانه وتعالى يقول أنا لا أريد منك فقط العفو ولا أريد منك الجمال عفو ولا أريد منك الصفح بأنك أنت ما تشيل بقلبك أو أنك أنت ما تلوم أريد هذا الصفح أن يكون أيضا جميل شوف الروعة هنا أن الصفح أن الصفح أيضا يكون جميل بمعنى أن تعطي من عندك مو بس تسامح وما تلوم وما تشيل بقلبك بل تفيض من عندك من الخير بالنسبة إلى هؤلاء فاصفح الصفح الجميل الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفحة الله كريم الصفح شلون يعني كريم الصفح بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذك وفوق هذا لما نتوب أو تستغفر شي سوي يبدل السيئات حسنات ويفتح لك أبواب الرزق ويعطيك توفيقات ويفتح لك أبواب خير وهداية عطاء وفوقها يوم القيامة هم تحصل هداية جديدة هذا شنو اسمه كريم الصفح ولذا عندنا في دعاء في دعاء عن الأم عليهم السلام لعله عن الإمام الصادق يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لم يهتك الستر ولم يؤاخذ بالجريرة يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ومنتهى كل شكوى يا مقيل العثرات يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها الله كريم الصفح ويحبنا احنا يكون صفحنا شنو؟ جميل يريد من صفحنا ما نشيل بقلبنا هذا واحد لمن نسامح ما نشيل بقلبنا خلاص صير قلبنا أبيض والشي الثاني لو تعطي هدية تذكرة بخير لو أنك تعدل موقف معين ولو بالكلمة حين ذاك هذا يكون عظيم عند الله سبحانه وتعالى وهذا اللي تمثل في سلوك النبي في مكة المكرمة اذهبوا فأنتم الطلقاء هنا صفح جميل كان تدري أن بعد ثلاث أسابيع فقط من فتح مكة من هذه الكلمة اذهبوا فأنتم الطلقاء صارت غزوة حنين فجمع النبي صلى الله عليه وآله من الغنائم الشيء الكثير ثم بعد ذلك أعطى أبا سفيان مئة من الإبل فوق حصة من الغنائم وهو يال أبو سفيان قال عطني يا رسول الله وايد ستة ألاف بعير ما أدري كذا وغير الأغناء عطني يا رسول قال للك أمية قالوا ولدي معاوية قال هم أمية وفلان هذاك عطاء أمية وذاك عطاء كذا هذا شي سمونا صفح جميل بعد كل التاريخ المزري اللي كان في الماضي كل الأحقاد كل الحروب الرسول رأي وآله سامحهم وفوق هذا في ذاك الموقف يا لأحد اللي راح يصروا من الخوارج بعد ذلك وقال للنبي صلى الله عليه وآله اعدل يا رسول الله شلون تعطي هذا أمية زيادة وإحنا هذا نصيبنا وما فهم هذا الرجل النبي ما عطى من حصة المسلمين الغنيمة قبل ما تتوزع في خمسة يعزل قبل التوزيع واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة إلى آخر الآية أول شيء الغنيمة يعزلون خمسة ثم الباقية هي شا سيصير فيها توزيع بين المقاتلين من الخمس اللي كان تحت إيد النبي صلى الله عليه وآله حتى يؤلف قلوب هؤلاء ويصفح عنهم صفحا جميلا لربما يتعدل بعضهم سلوكهم أو يكفشرهم على الأقل ماذا فعل أعطى من هذه الحصة ولم يعطي من حصة المسلمين هذاك شي يقول له اعدل يا رسول الله وبعدين يوقف أمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول لقد كفرت هذا نفسه نفسه المجموعة هذه بهالتفكير طيب زين العابدين عليه السلام هكذا كان في موقفه مع مروان بن الحكم مروان وقف عند والي المدينة يحرض والي المدينة على الحسين عليه السلام يقول اقطع عنقة لا تتركه يخرج من المجلس اما يبايع يزيد او ماذا اقطع عنقة ومروان سوى وسوى وسوى ثم تمر الأيام وتصير الثورة وهو والي المدينة وتصير الثورة في المدينة المنورة وهو والي الأمويين ما يدر وين يودي أهله يلجأ إلى من زين العابدين عليه السلام وياخذهم ويحطهم في حصانته ويكرمهم اكرام ما لاقوا في بيت أبوهم ثم يأتي زين العابدين وتمر الأيام ويلقى ما يلقى من والي المدينة هشام المخزومي والي آخر هشام المخزومي يؤذي علي بن الحسين بشكل مستمر إلى أن يرتكب فعلة تعاقبه الخلافة الأموية على هذه الفعلة ويوقفون بوسط الشارع اللي يمر يتفل بويها واللي يمر يعطي طراق واللي يمر هنا يقولون أي واحد بقلبه حرة على هالوالي المجال مفتوح يقول أخوف ما كنت أخاف من زين العابدين لأن أنا كنت مأذي هذا العالم لكنهم ما يعرفون أخلاق أهل البيت كان كريم الصفح كجده رسول الله صلعي وآله يمر عنده زين العابدين سلام الله عليه ويقول لك حاجة تحتاج شيء ناقصك شيء أكو أمر معين أقدر أساعدك فيه يعني مو بس أنه قلبه نظيف زين العابدين فوق هذا يعطي ويعطي من يعطي مثل هذا الإنسان المعرض أن أي واحد يهين وكذا الآن إحنا شلون نتصرف لو كنا في مثل هذا الموقف هل نكون كأمتنا عليهم السلام كرسول الله صلى الله عليه وآله ولا إحنا نرجع إلى سلوكيات هي ما لها علاقة أصلا بالإسلام هذا موقف وكيف كان الأمويون مع أهل بيت الرحمة بأية قساوة بأية وحشية عاملوا الجثامين الطاهرة وهي جثامين كيف تصرفوا معها كيف قطعوها كيف دهسوها بحوافر الخيل وبأية أحقاد حملوا كرام أهل بيت النبوة وحرائر هذا البيت الكريم حتى قالت العقيل زينب عليها السلام أظننت يا يزيد حين أخذ علينا بأطراف الأرض وأكنا في السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارة أن بنا هوانا على الله وبك عليه كرامة وأن هذا لعظم خطارك فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان فرحا حين رأيت الدنيا مستوسقة لك الأمور ماشية مثل ما أنت تريد والأمور متسقة عليك وقد مهلت ونفست وهو قول الله تبارك وتعالى وقد مهلت ونفست وهو قول الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك نساءك وإماءك وسوقك بنات رسول الله صلى الله عليه وآله قد هتكت ستورهن وهن مكتئبات تحدي بهن الأباعر وتحدو بهن الأعادي من بلد إلى بلد لا يراقبن ولا يؤوين يتشوفهن القريب والبعيد ليس معهن ولي من رجالهن وكيف يستبطأ في بغضتنا من نظر إلينا بعين الشنف والشنآن قلوبكم مليئة بالأحقاد في حق أهل البيت والإحن والأضغان إِنَّا لِلَّهِ وإِنَّا لِلَّهِ وإِنَّا لِلَّهِ